خلونا نروح نكمل أخبارنا من نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب حطت سقف للمهاجم اللي هم نويين يتعقدوا معاه السقف ده 200 ألف دولار كراتب سنوي للمهاجم الجديد اللي إدارة نادي الزمالك نوية أن هي تتعاقد معاه في الفترة المقبلة إدارة نادي الزمالك شرطت أن العقل لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 200 ألف دولار سنويا بسبب طبعا ارتفاع سعر الدولار وعدم تكبد خزينة نادي الزمالك أرقام مبالغ فيها مع العلم أن الأولوية لدى إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع لعيبة بتنتهي عقدهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجالي خلال الأيام الأخيرة كان فيه تواصل وده خبر من الأخبار الحصرية لرقم 10 كان فيه تواصل في الأيام القليلة الماضية كان فيه تواصل من جانب بعض المقربين من نادي الزمالك مع الجنوب أفريقي بيتسو موسماني طبعا مدرب مدير الفني لنادي الأهل السابق علشان يدرب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة موسماني كان لي بعض الطلبات الخاصة علشان يوافق على تدريب نادي الزمالك الشروط ديا كالتالي أول حاجة أنه يوقع عقد لمدة 3 مواسم مع الفارس الأبيض رقم 2 يحصل على راتب شهري قدره 200 ألف دولار وأيضا أنه يحل أزمة القيد في شهر يناير سنقول أن العقد في 3 سنين وشرط 200 ألف دولار الراتب ده رقم 1 رقم 2 أنه يتم حل أزمة القيد في نادي الزمالك رقم 3 أنه يتم التعاقد مع خمس لعيبة وبشكل عاجل في الميركاتو الشتوي إذن دي كانت طلبات بيتسو موسماني عشان يوافق على تدريب نادي الزمالك